الدرس الثالث المتابعة الزمنية لتحول كيميائي عن طريق قياس النقلية في الدرس الأول قمنا بتقسيم التحولات الكيميائية إلى سريعة، بطيئة، وبطيئة جدا وقلنا أنه باستطاعتنا متابعة تطور التفاعلات البطيئة فقط وذلك باتباع إحدى الطرق الثلاث الطريقة الأولى وهي طريقة المعايرة اللونية وقد تناولناها بشرح مفصل في الدرس السابق الطريقة الثانية وهي طريقة قياس النقلية وهي التي سنتعرض لها بالشرح المفصل في درس اليوم الطريقة الثالثة وهي طريقة قياس الضغط سنعرضها في درسنا القادم إن شاء الله إذن سنعرض عليكم اليوم تقنية قياس النقلية من أجل متابعة تطور تحول كيميائي بطيئ وهي طريقة تستخدم فقط في حالة ظهور أفراد كيميائية شاردية في التفاعل الكيميائي ولهذا سنقوم بالعمل التجريبي التالي نصب في وعاء بيشر كمية من الماء والكحول ونضيف للخليط 1 ميلي لتر من 2 كلور 2 ميثيل بروبان سياشت خواه للكل ثلاثة سي سي أل والذي يمكن أن نرمز له بالرمز أر سيال معادلة التفاعل الحادث هي أر سيال زايد 2 أشتين أو تساوي ر أو أش زايد أشتروا أو بليس زايد سي أل مو لاحظ معي الشكل وعاء بيشر قمنا فيه بمزج المحليل الثلاث هذا التفاعل ينتج الشوارد أشتروا أو بليس وسي أل مو والتي تتحكم في قيمة الناقلية النوعية سيجما للمحلول يعني الوسط التفاعلي ومن أجل متابعة هذا التحول نغمر في البيشر صند أي مصبار جهاز قياس ناقلية كما هو مبين في الشكل رقم 1 وأذكركم عزي طلبة بأن المحالي الشريدية هي محالي الناقل التالي الكهربائي بحيث تتولى الشوارد مهمة النقل وحتى نجري التجربة في ظروف جيدة نتفق مع الصديق لمساعدتنا على إجرائها أحدنا يمسك بالكرونومتر اللي هو الميقاتية والآخر يمسك بجهاز قياس ناقلية نتفق على لحظات زمنية نسجل عندها قيم الناقلية النوعية مثلا في هذا الجدول اتفقنا على أن نسجلها عند اللحظات سفر ثلاثة ستة إلى واحد وثلاثين دقيقة كما هو مبين في الشكل أو في الجدول نشغل الميقاتية لحظة مزج المحالي الثلاث ومع وصول كل لحظة من اللحظات المتفق عليها نسجل قيمة ناقلية التي يشير إليها جهاز قياس ناقلية حتى نملأ جدول القياسات كاملة لاحظ مع الجدول اللحظات الزمنية سفر كانت الناقلية النوعية سفر لماذا؟ لأن النواتج النواتج وهي الشوارد أشطر وأبليس وسئ المو كانت لم تظهر بعد يعني كانت لم تنتج بعد وبالتالي الناقلية تكون منعدمة عند اللحظة ثلاثة دقيقة قيمة الناقلية النوعية 0.40 سيمانس على المتر عند اللحظة ثلاثة دقيقة قيمة الناقلية النوعية 0.80 سيمانس على المتر نلاحظ أنه كلما زاد الزمن زادت الناقلية النوعية المطلوب أولاً إنشاء جدول تقدم التفاعل لاحظ معي جدول تقدم التفاعل في الحالة الابتدائية لدينا كمية المادة الابتدائية للمتفاعل الأول وهو RCL لا توجد نواتيش في الحالة الانتقالية تبدأ المتفاعلات في التناقص وهنا عدنا الماء يكون بغفرة وبالتالي الذي يتناقص هو 2 كلورتنين مثيل بروبان وتبدأ النواتيش في الظهور السؤال الثاني أكتب عبارة الناقلية النوعية سيغماليتي بدلالة التقدم X والناقلية النوعية المولية الشريدية لمدة 12 بلوس ولمدة CL موا وحجم المزيج في تطال ثم استنتج عبارة XLT بدلالة سيغماليتي لمدة 12 بلوس ولمدة CL موا وفي تطال كما نعلم أن السيغمالي المحلول سيغمالي الموجابة زيغمالي الشوارد السلبة بمعنى أن السيغمالي تساوي سيغمالي x الثاني زيغمالي متوفر وتساوي سيغمالي x الثاني في تركيز x الثاني زائد سيغما سيئة الموا ما هي إلا لمضة سيئة الموا في تركيز سيئة الموا ولدينا أيضا من جدول تقدم تفاعل من جدول تقدم تفاعل نعود إلى جدول تقدم تفاعل أن N أشطر و أبليس تساوي N سيئة الموا وتساوي X لماذا؟ لأن في جدول تقدم N أشطر و أبليس في الحالة الانتقالية ما هو إلا X وأن سيئة الموا في جدول تقدمها X وبالتالي N أشطر و أبليس يساوي N سيئة الموا و يساوي X ومنه تصبح العلاقة تركيز أشطر و أبليس في V total تساوي تركيز سيئة الموا في V total وتساوي X ومنه تركيز أشطر و أبليس تساوي تركيز سيئة الموا وتساوي X على V total بالتعويض في العلاقة رقم واحد الموجودة علىه تصبح sigma لتي تساوي لامضة اشتروا بلوس زايد لامضة سي الموا الكل في X على V تطال ومنه يمكننا استنتاج عبارة X انطلاقا من العبارة الأخيرة وهي X لتي تساوي sigma في V تطال على لامضة اشتروا بلوس زايد لامضة سي الموا السؤال الثالث أكتب عبارة النقلية النوعية سيجما فينال بدلالة كمية المادة الابتدائية N0CRCL وحجم المزيج V تطال ولمضة اشتروا بلوس ولمضة سي الموا من العبارة رقم ثنين يمكن استنتاج عبارة سيجما فينال التي هي عبارة النقلية النوعية في الحالة النهائية فتصبح سيجما فينال تساوي لامضة اشتروا بلوس زايد لامضة سي الموا الكل في X فينال على V تطال لاحظ من علاقة ثنين ماذا تغير هذه العلاقة لاحظ أنه لمضة اشتروا بلوس ولمضة سي الموا لا تتغير لأن الناقلية النوعية المولية الشاردية للشوارد لا تتغير وتطال حجم المزيج لا يتغير فقط قيمة تقدم X تغيرت فأصبحت X فينال لأننا في الحالة النهائية هذا التفاعل بطيء وتام ولما نقول تفاعل تام يعني أنه يوجد متفاعل محد في هذه الحالة الماء عندنا يكون بزيادة وبالتالي المتفاعل محد هو RCL يعني هو C4H9CL ومن عبارته نستخرج التقدم العظامي XMAX ولما يكون هناك متفاعل محد تكون قيمة X فينال هي قيمة XMAX يعني التقدم العظامي ما هو X فينال إذن RCL XMAX يستلزم XMAX التي هي نفسها X فينال تساوي RCL وبالتالي تصبح عبارة النقلية النوعية النهائية هي sigma فينال تساوي lambda 3 plus زائد lambda 3 plus في X فينال على V total وتساوي lambda 3 plus زائد lambda 3 plus في RCL C4H9CL على V total لأن X فينال تساوي N0C4H9CL وهي العبارة رقم 3 سؤال الرابع استنتج العلاقة بين sigma فينال وسيغمالي T و N0C4H9CL و X ل T بقولي نستنتج معناه استعمل نتاج السابقة من أجل إيجاد علاقة جديدة ولهذا بقسمة العلاقة رقم 3 على العلاقة رقم 2 نجد sigma فينال على سيغمالي T تساوي N0C4H9CL على X ل T يستلزم X ل T تساوي N0C4H9CL على سيغمالي T في سيغمالي T والآن نقوم بإكمال الجدول المعضى والذي سجلنا فيه قيم الناقلية النوعية الموافقة لكل لحظة زمنية يبقى الآن أن نحسب قيمة التقدم X عند كل لحظة وذلك باستعمال العلاقة التي توصلنا إليها سابقا وهي X ل T تساوي N0C4H9CL على سيغمالي T وهي العلاقة رقم أربعة لاحظ من هذه العبارة أن قيمة الناقلية النوعية متغيرة مع كل لحظة سيغمالي T لكن قيمتي كمية المادة الابتدائية والناقلية النوعية النهائية ثابتتين سنقوم بحساب قيمة كل واحدة منهما ثم نجري التطبيق العددي محلول 2 كلور 2 ميثيل بروبان معرف بحجمه V تساوي 1 مليلتر وكتلته الحجمية رو تساوي 0.85 جرام على المليلتر وبالتالي كمية مادته الابتدائية N0C419C تساوي الكتلة على الكتلة المولية وتساوي رو في V على أم لأن الكتلة تساوي رو في V وتساوي 0.85 في 1 على 92.5 وتساوي 92 في 10 أس نقص 4 مول ولحساب قيمة الناقلية النوعية النهائية نطبق العلاقة رقم 3 نجد أن سيجما فينال تساوي 1.95 سيمانس على المتر ومنه تصبح العلاقة 4 على الشكل التالي XLT تساوي 47 في 10 قوة نقص 4 في سيجما لT وهي العلاقة التي نستعملها في الجدول فتكون النتائج على الشكل التالي اللحظات الزمانية وقيم الناقلية النوعية الموافقة لها وقيم التقدم بوحدة المليمول الموافقة له إذن من خلال نتائج المحصل عليها في الجدول التالي نستطيع الآن رسم المنحن البياني الممثل لتغيرات التقدم X بدلالة الزمن كما نشاهد في الصورة ومنه نستنتج أن قياس الناقلية يمكننا من المتابعة الزمنية لتطور جملة كيميائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر